اهلا ومرحبا بكم في قناتكم معلومة صح يزداد مرضى سرطان الغدى الدرقية يوما بعد اخر وهو كباقي انواع السرطانات يحدث نتيجة نمو غير مسيطر عليه للخلايا والغدى الدرقية هي غدى صماء موجودة في الرقبة على جدار القصبة الهوائية التابعة للجهاز التنفسي وهي من الغدى الهامة جدا في عمليات الايد وتنظيم حرارة الجسم وغيرها اما سببه فهو غير معروف الى الان اعراضه مرض السرطان معروف بانه مرض خبيث فلا تظهر اعراضه في المراحل المبكرة ومع تطور المرض تظهر بعض الاعراض مثل جرز كتلة تحت الجلد في الرقبة اذ ان الغدى الدرقية لا يمكن ملاحظة وجودها او تحسسها في الوضع الطبيعي الم في الرقبة انخفاض في الوزن وصعوبة في البلع وبحة في الصوت وانتفاخ الغدى الانفوية المنتشرة في الرقبة انواعه هناك عدة انواع لسرطان الغدى الدرقية وتحديد النوع يساعد كثيرا على العلاج والانواع هي السرطان الدرقية الحليمية وهو النوع الاكبر انتشارا من مجموع الحالات المصابة بهذا النوع من السرطان السرطان الدرقية الجريبية وهو يصيب خلايا معينة من الغدى الدرقية تسمى خلايا هارثل السرطان الدرقية النخاعية وتكشف بعض الابحاث الى ان هذا النوع يعود للمتلازمات جينية وراثية الى ان العديد من حالات الاصابة به لم تظهر ذلك السرطان الدرقية الكشمية وهو من الانواع النادرة وغير المنتشرة ويصيب كبار السن في الغالب كما ان معالجته تكون صعبة جدا لنفومة الغدى الدرقية من الانواع النادرة ايضا وتكون في الخلايا المناعية من الغدى الدرقية وتصيب كبار السن ايضا العوامل التي تزيد من احتمالية الاصابة به التعرض للاشعاعات خاصة في منطقة الرأس والرقبة او في حالات الحروب والتجارب النووية الوراثة فالاشخاص الذين يوجد في تاريخهم الاسرية اشخاص اصيبوا بمرض الدرق هو ورم غير سرطاني تزيد احتمالية الاصابة لديهم كذلك الاشخاص الذين يوجد في تاريخهم الاسري اشخاص اصيبوا بسرطان الغدى الدرقية النخاعية او السلائل القولوني هو ما يعرف بالمتلازمة الجينية الوراثية مضاعفاته عودة ظهور الورم بعد العلاج لفترات تصل الى عشرات السنوات وان تم استئصاله يمكن ان يظهر في مكان اخر من الجسم اذ منتقلت احدى الخلايا قبل عملية الاستئصال مثل العقد اللينفوية او الرئتين او العظام لذلك يجب على من يصاب بسرطان الغدى الدرقية المواظبة على اجراء الفحوص المختلفة للتأكد من عدم عودته والسيطرة عليه في المراحل المبكرة في حال عودته وذلك من خلال فحوصات الدم او المسح الاشعائي او اخذ جرعة وفحصها مخبريا انتهى الفيديو نرجو ان تكونوا قد استفدتم لا تنسوا الاشتراك في القناة والاعجاب بالفيديو وشاركونا بالتعليقات